هنا ما كانت تقوم به أستاذة فايزة واصف وكان كمان يعني أنا فاكر حلقة من الحلقات وإحنا صغيرين بس أنا فاكر يعني إن واحد كان باعت مشكلة المشكلة دي كانت نفسية ليه؟ اتجوز واحدة وبعدين لقاها بتاخد منه فلوس وهو مش شايف بتديها لأمها فبقولك الشك دخل أعمل إيه؟ ومش عارف إن تاخد الفلوس تمل بيها إيه؟ والشك لا وعرف إن إيه إمها بس الشك دخل إيه ضمنني؟ طب أعالج الشك ده إزاي؟ في فترة بداية التمانينات كلمة دكتور نفساني كانت صعبة آه كانت مخيفة للناس عكس دلوقتي كلمة دكتور نفساني بنتا كده مجنون رايح لواحد الزبان أقولك دكتور نفساني عاملون المجزون بالزبط حتى السينواء كانت بتصور الدكتور النفساني بشكل آخر أيها تمام؟ ولكن هنا لما أستاذة فايزة جابت دكتور نفساني يتكلم على أصل الموضوع وكيفية العلاج لأنها تاخد فترات وفعلا في اليوم ده أنا فاكر هذه الحلقة كنا صغيرين بس فاكرها لو حب الأستاذ اللي هو صاحب المشكلة يجي لنا يجي والفترة بتاعته إلاجه مجانية كان بيحصل جزء من التبادل شوف بعض النظر موضوع بقى أنا بجيب دكتور مثلا عشان الدكتور ده هيطلع في التلفزيون وهي تشهر طبعا طب أنا بدل ما دفعه الإعلان أنا بجيبه يحل مشكلة طب هتخد بالك دهما كانوا قناتين بالزفر اللي طلع على التلفزيون العالم شاف مصر شافته لكن هي كانت بتتعامل مع البرنامج بشكل أنهم مشروع كلمة مشروع أنت مشروعك بتحب تنجحه تكبره وتتبحر فيه وده نابع من الثقافة اللي كانت نعلم